هذا وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات واسعة من أجل وقف إطلاق النار والعضوان الإسرائيلي على غزة واعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من ألف متظاهر في الولايات المتحدة من كالفرونيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية احتجاجات لا مثيلة لها تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينات ومواجهات عنيفة بين الطلاب المتظاهرين من أجل نصرة غزة والقضية الفلسطينية وبين قوات الشرطة وبرغم من أعمال العنف التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقال والقمع الواسعة التي تمارسها السلطات الأمريكية إلا أن التظاهرات توسعت وانتشرت في عدة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة نحن نخطط للبقاء هنا لأطول فترة ممكنة نريد أن نوضح مطالبنا ونريد ردا عليها من الجامعة ونحن على استعداد للانتزام بها حتى نحصل على هذا الرد الطلاب توشح بالعالم الفلسطيني مطالبين بقطع جميع الجسور مع شركات أو متبرعين على ارتباط بإسرائيل وتوالت النداءات بإيقاف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة ما نفعله كطلاب مهم من المهم أن يتم بناء حركة طلابية في جميع أنحاء العالم مكونة من ملايين الأشخاص الذين يرفضون التواطؤ في هذه الإبادة الجماعية والدعم الكامل لحكومتنا للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل وأتمنى التضامن مع جميع زملائنا الطلاب الناشطين الذين شاركوا في هذه المظاهرات من جميع أنحاء العالم وتتصعد المشاعر في حرم الجامعات بينما يتم اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وقد أدى ذلك إلى تأزم الأوضاع واشتعالها لا سيما في جامعة كولومبيا مركز اندلاع الاحتجاجات هذه الاحتجاجات أحرجت الإدارة الأمريكية فاستخدمت أساليب القمع من أجل إسكاة الأصوات واقتحمت الشرطة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة ووقعت مواجهات وتم اعتقال أكثر من ألف شخص في أنحاء البلاد وبرغم من أن الاحتجاج السلمي حق مضمون في دستور الولايات المتحدة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج متجاهلا أصوات المتظاهرين قائلا إن تظاهرات الطلاب لن تجعل بلاده تغير سياستها في الشرق الأوسط كل هذا يؤكد أنه لا ما كان لحرية الرأي والتعبير في بلد تزعم دائما أنها بلد الحريات